أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد حديثي في هذه الليلة عن المعالم والملامح التي أعتقدها في الإمامة من خلال ما طرحه القرآن الكريم وأهمية بحث الإمامة في اعتقادي أنه ليس خافياً على أحد يكفي أن نعلم أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول خطبة من نهج البلاغة قال أول الدين معرفته أي معرفة الله سبحانه وتعالى فإذا ضممنا هذا المقطع من الحديث أو من كلام أمير المؤمنين إلى هذا الحديث الوارد في الأصول من الكافي الجزء الأول كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه الرواية عن الإمام الباكر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده ضلالاً التفتوا جيداً العبادة إنما تكون فرع المعرفة وإلا إذا لم تكن معرفة فالعبادة لا تزيد صاحبها لا تزيد صاحب العبادة سرعة المشي إلا بعدا كما ورد عن الإمام الصادق السائر على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا الإمام سلام الله عليه الإمام الباكر يقول العبادة إنما توصل إلى القرب الإلهي بشرط المعرفة فإذا لم تكن هناك معرفة فالعبادة توصل إلى الغاية أو لا توصل إلى الغاية فلهذا عبر عنها فإنما يعبده ضلالاً يعني يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف لا يصف لأن الضلالة في قبال الهداية الهداية هي التي توصل الإنسان إلى الهدف والضلالة هي التي لا توصل الإنسان إلى الهدف هذا مقدمة الحديث التفتوا إلى ذيل الحديث قلت جعلت فداك فما معرفة الله أنت الذي تقول بأن عبادة الله فرع المعرفة فما هي معرفة الله التفتوا وهذه مو رواية وروايتين وعشر وعشرين عشرات الروايات بهذا المضمون أنا انتخبت رواية واحدة واضحت الدلالة قلت فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي ولا امة من بعد التفتوا التفتوا اخواني بحث المعرفة في اصطلاح اهل البيت ليس هو التوحيد بحث معرفة الله في اصطلاح اهل البيت هي هذه الاصول الثلاثة التوحيد النبوة الامامة هذه هي معرفة الله هسأل لماذا ما هي فلسفة انه يجعل معرفة الله متضمن لمعرفة الرسالة ومعرفة الامامة لعله اذا وفقت اشير اليه ولو اجمالا ولكنه بحسب بيان ائمة اهل البيت اول الدين معرفته يعني معرفة الله معرفة الله الامام الباقر يبين هنا معرفة الله هي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة علي والامة من بعده عليهم افضل الصلاة والسلام ثم قال من عبد الله هكذا فانما ماذا فانما يعرف الله وانا من لم يعرف الله بهذا الناحو فهل عبده او لم يعبده لم يعبده وانما عبد ضلالا قال فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا اذا لم تكن عنده هذه المعرفة فالعبادة عبادة توصل الى الهدف او لا توصل الى الهدف لا توصل الى الهدف هذه نقطة اذا من هنا يتضح للاخوة باهمية بحث الامامة لانه بحث الامامة يدخل في الصلب ماذا في الصلب الهداية والوصول الى الله سبحانه وتعالى طبعا هذا بعد ذلك سيتضح شيئا فشيئا الان فقط هذه ديباجة البحث ان شاء الله تعالى حتى نستمر هذه قضية قضية ثانية انا بودي ان اشير اليها ايضا ويقع فيها خلط كثير وهي انه لا بد ان نميز بين امور ثلاثة وطوائف ثلاث وطبقات ثلاث البعض يعتقد انه بمجرد انه لا يعرف اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام اذا من الناحية الكلامية اكبه الله على من خريف ناري جهنم وهذا الذي لعله يسمع هنا وهناك على المنابر على غير المنابر ولكنه هذه القضية ليست تامة على هذا الاطلاق ليس كل من لم يعرف ائمة اهل البيت اكبه الله على من خريف ناري جهنم لان اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام ايضا في روايات كثيرة ميز بين طبقات وطوائف ثلاث التفتوا جيدا واحدة من هذه الروايات القيمة في هذا المجال ما ورد ايضا في اصول الكافي الجزء الاول صفحة 437 هناك تحت عنوان باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية الرواية هذا مضمونها التفتوا جيدا الرواية عن الباقر عن الفضيل ابن يسار عن ابي جعفر الباقر قال ان الله عز وجل نصب عليا على من بينه وبين خلقه التفتوا جيدا الى الطائف الاولى فمن عرفه كان مؤمنا اخواني الاعزاء اصطلاح الايمان في الروايات غير الاصطلاح الايمان في الايات القرآنية ليس معنى من لم يؤمن بامامة اهل البيت ليس بمؤمن لا لا مؤمن مؤمن بالله وبرسوله ولكن بحسب الاصطلاح الروائي ليس بمؤمن فالايمان له اصطلاحان ايمان بالمعنى الاعم وايمان بالمعنى الاخص فلذا يقع الخلط كثيرا بينهما يتصور انه من لم يوجد عنده الايمان بالمعنى الاخص فليس ماذا فليس بمؤمن لا ليس الامر كذلك ابدا ابدا اخواني ليس كل من لم يؤمن بالايمان بالمعنى الاخص فليس ماذا فليس بمؤمن لا مؤمن ولكن مؤمن بالمعنى ماذا بالمعنى الاعم هذا الذي يقول من عرفه كان مؤمنا هذا الإيمان بالمعنى الأخص لا الإيمان بالمعنى الأعم احفظوا هذه القاعدة لأنه أنا أقول هذه القضايا لأنه إخواني الأعزاء متابعين كثير من الفضائيات يقول من عندما يأتون إلى غير المؤمنين بولاية أهمة أهل البيت يقول هؤلاء ليسوا بمؤمنين هؤلاء مسلمين لا 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 عبدا هذا خلق بين ماذا بين الاصطلاحين الإيمان له معنى عام وله معنى ماذا معنى خاص وهذه الروايات التي عبرت ليس بمؤمن يعني ليس مؤمن بالمعنى الأخاص وهذا لا ينهي في نفي الأخاص لا يلزم منه ماذا نفي الأعم قال فمن عرفه كان مؤمنا التفتوا جيدا ومن أنكره كان كافرا ولكنه التفتوا مو من خالفه مو من لم يعرفه من ماذا أنكره والإنكار فرع ماذا فرع العلم يعني علم بالشيء ثم ماذا ثم أنكره أما إذا لم يعرف الشيء يمكن أن ينكر أو لا يمكن أن ينكر لا 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 يمكن أن ينكر فلهذا الإنكار في الروايات يساوق العناد معاندا حال الطبقة الثانية ومن جهله كان ضالا إذن لا بد أن نميز بين من لم يوالي أهل البيت ويؤمن بإمامة أئمة أهل البيت لا بد أن نميز بين المنكر الجاحد والمعاند وبين من وبين الظال وعموم المسلمين يقعون في طائفة وفي طبقة ماذا الظالين لا في طبقة المنكرين والجاحدين وهذا أيضا خلط كثيرا ما يقع فيه المتكلم خصوصا في الفضائيات في مثل هذه الأيام أنهم يتصورون كل من لم يؤمن لم يعرف لم يسمع بإمامة أئمة أهل البيت إذن يقع في خانة ماذا وفي دائرة المنكرين والجاحدين ولذا يقرؤون كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأنه هؤلاء مخلدون في النار ولا يميزون بين هذين والأعلام السابقين ميزوا بين هذين جيدا يعني الشيخ المفيد يميز سيد المرتضى يميز ولكن عندما تقرأ كلماتهم في الفضائيات لا يميزون يقولون بأنه مدرسة أهل البيت يقولون كل من لا يوالي أهل البيت فهو ماذا؟ فهو كافر لا يا إخوان أبدا مدرسة أهل البيت لا تقول لكل من لم يؤمن بإمامة أهل البيت هو ماذا؟ كافر تقول كافر لمن؟ لمن ثبت له حقانية الإمامة وأنكر ماذا؟ بتعبير القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا كان جعود إذا كان إنكار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأظله الله من بعده علم إذا كان ضلاله بعد العلم هذا يدخل أين؟ أما إذا لم يكن كذلك قال رواية ثانية سمعت الباقر عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام باب فتحه الله التفتوا إلى النص فمن دخله كان مؤمنا هذا الإيمان بالمعنى الأخص التفتوا جيدا ومن خرج منه الخروج متى يكون؟ بعد الدخول يعني بعد أن اتضحت له حقانية إمامة علي وهذا كثيرا ما يمكن ذكر مصاديقة فالصدر الأول من الإسلام فالصدر الأول من الإسلام كثير من الحقائق كانت واضحة نعم كلما ابتعدنا عن الصدر الأول وعن زمن حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الحقائق بدأت ماذا؟ تختفي على المسلمين فوقعوا في دائرة الضلالة بعد أن كان أكابرهم في دائرة ماذا؟ في دائرة المنكرين والجاحدين لأن أولئك كانوا يرون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التفت جيداً قال فمن دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً بعد الطبقة الثالثة ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه هذا الذي لم يلتكت أساساً واقعاً عندما أنت تتكلم عنه عن إمامة أئمة أهل البيت أساساً وكأنه أول مرة يضطر على ذهنها لم يدخل ولم ماذا؟ ولم يخرج كان فالطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لي فيهم المشياء هؤلاء المرجونة لأمر الله لذا قلت مطلقاً ليس كل مخالف كل من لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت أكبه الله على من خرائه ماذا؟ في نار جهنم لا هناك طبقة لا إشكال في أنه ماذا؟ وهم الذين جحدوا الذين أنكروا الذين عاندوا وبتعبير القرآن الكريم من بعد ما تبين لهم الهدى تبين لهم الحق ولكنه جحدوا وأنكروا وكم له من مصاديق في الإسلام اتفتوا جيداً إذن إحنا الآن أنا ذكرت هذه النتيجة لأن بعد ذلك عندما أريد أن أبين أن معرفة الله تتضمن معرفة النبي ومعرفة أهل البيت ليتبادر بكرة لوحد يجيوني يقول لي سيدنا خب إذا لم يعرفوا أهل البيت إذن لم يعرفوا الله إذن كل من لم يعرف أهل البيت فهم ماذا؟ فهم كفار وأكبهم الله على من خرائهم في نار ماذا؟ لا ليس الأمر كذلك هذه القاعدة كاستدراك أنا ذكرتها حتى ليصن هذا الاشتباه جيد أرجع إلى بحثي بحثي إخواني الأعزاء النظرية الكلامية في الإمامة والنظرية القرآنية أرجو الله في هذه الليلة أن أوفق لا أقل الإشارة إلى النظرية الكلامية فيما يتعلق بالنظرية الكلامية إخواني الأعزاء أحاول أن أجيب على سؤالين أو ثلاثة السؤال الأول ما هي مسؤوليات الإمام والإمامة عند علماء المسلمين؟ يعني عندما يأتي المسلمون ليعرفوا وظائف الإمام الآن عندما نأتي إلى كتب الفقه نسأل ما هي وظائف القاضي؟ ما هي وظائف الحاكم؟ ما هي وظائف الولي؟ ما هي وظائف وهكذا؟ ما هي وظائف الزوج؟ ما هي المسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمامة في النظرية الكلامية؟ وعندما أقول نظرية الكلامية أعم مما أن تكون عند مدرسة أهل البيت أو عند أتباع الخلفاء؟ لا أفرق أنا أتكلم في النظرية الكلامية بشكل عام الآن إخوان العزاء عندما نأتي إلى هذه القضية بشكل واضح نجد بأنه هناك تعريف هذا التعريف تقريبا اتفقت عليه كلمة علماء الكلام في هذا المجال أقول علماء الكلام باعتبار أن العرفاء ليس هذا تعريفهم للإمامة الفلاسفة ليس هذا تعريفهم للإمامة هذا التعريف تعريف من؟ تعريف علماء الكلام للإمامة الذين كتبوا في علم الكلام يعني واحد من أبواب علم الكلام بحث ماذا؟ بحث الإمامة وهذا لا يختص بكتب أتباع مدرسة أهل البيت يوجد في كلا الفريقين هذا البحث عندما نأتي إلى كلماتهم في هذا المجال إخواني العزاء هكذا عرفوها في المواقف عرفت الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة هذا ورد في دلائل الصدق عندما ينقل عبد الروز بهان النص موجود الإخوة اللي يردون يراجعون موجود في دلائل الصدق هذه الطبعة اللي مؤسسة أهل البيت الجزء الرابع صفحة 208 هذه عبارته قال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة ومصادر متعددة يذكر لهذه القضية مصادر متعددة من كتب الفريقين هذا الموجود في دلائل الصدق المجلد الرابع صفحة 208 تعريف آخر الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا ابن خلدون يذكر في مقدمته تعريف آخر الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة كما ورد في دلائل الصدق تعريف آخر اللي ذكره العلامة في مواضع متعددة منها في الباب الحادي عشر هناك في الباب الحادي عشر صفحة 39 من الباب الحادي عشر هذه عبارته وهي عبارة تقريبا تتكرر على ألسنة أعلامي مدرسة أهل البيت أيضا قال الإمامة رياسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي فهذا التعريف الذي هو من علماء مدرسة أهل البيت ومن أعلام مدرسة أهل البيت تجد فرقا كبيرا بينه وبين التعريف الذي يذكره ابن خلدون لو يذكره صاحب المواقف لا تجد فرقا كبير فرق كبير لا تجد فرقا فلذا تجد أيضا الشيخ السبحاني بعد ذلك يقول ولأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهي هذا التعريف المتداول في كلمات من في كلمات علماء المسلمين من كلا الفريقين لذا على مستوى البحث الكلامي إخواني الأعزاء في تعريف الإمامة لا يوجد اختلاف كبير بين علماء المسلم على مستوى ماذا؟ علم الكلام أأكد هذه القضية على مستوى علم الكلام لا يوجد فرق كبير في الوظائف الملقاة على عاتق ماذا؟ الإمامة والمسؤوليات التي أنيطت بالإمام وهي أنه رئاسة عامة لحفظ الدين لحفظ الأمة لحفظ كيان الأمة سياسة الأمة مصالح الأمة وهكذا تعبيرات من هذا القبيل هذا على مستوى هذه التعريفات أما تعالوا معنا على مستوى الشرائط التساؤل الثاني ما هي شرائط الإمامة؟ إخواني الأعزاء الفارق الأساس على مستوى علم الكلام دعا أتكلم في النظرية الكلامية على مستوى علم الكلام هنا تتميز مدرسة أهل البيت عن مدرسة أتباع الخلفاء حيث أن أهل البيت ذكروا مجموعة من الشرائط للإمامة يا إمامة ها؟ الإمامة التي عرفوها في المقدمة لم يأتي أحد من علماء الكلام في مدرسة أهل البيت وعرف لنا الإمامة تعريفا غير هذا التعريف الذي ذكر في كلمات علماء المسلمين من الفريقين نفس هذه الإمامة يعني أنه لم يقع خلاف تقريبا في هذا التعريف بينهم ما هي شرائطها؟ نجد أن أتباع الخلفاء ذكروا لها مجموعة من الشرائط وأتباع مدرسة أهل البيت ذكروا شرائط ماذا؟ شرائط أخر أما على مستوى أتباع الخلفاء كلماتهم كثيرة في هذا المجال أنا أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الكلمات في الواقع بأنه هذه الكلمات كثيرة جداً واقعة في كلمات الأعلام يعني في كلمات الباقلاني في كلمات البغدادي في كلمات الماوردي في كلمات ابن حزم اللي هؤلاء أعلام علماء ماذا؟ الكلام من المدارس المختلفة من أشاعر من ظاهرية من من إلى غير ذلك تقريبا اتفقت كلمتهم على أنه لا يشترط في هذا الإمام إلا الشرائط التالية أولاً العدالة العدالة على مستوى آضي عدالة على مستوى شاهد يريد أن يشهد عدالة بأحد المتوسط لأنه تعلمون أن العدالة أيضاً ليست لها درجة واحدة وإنما هي ملكة قابلة للإشتداد والتضعف ولكنهم يعتبرون العدالة المتوسط هذا أول ثانياً على مستوى العمل هذا على مستوى الملكات على مستوى العلم أن يكون متشهد وأنتم تعلمون بأن الإجتهاد معناه أنه قد يصيب وقد ماذا؟ ها؟ وقد يخطأ ليس معصوماً وإنما قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطأ هذا من الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون قرش فلذا تجدون عبارة يقول الباق اللاني في التمهيد أن يكون قرشياً من صميم أن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ الأمة ونحو ذا عبدالقاهر البغدادي أيضاً في أصول الدين ماله يقول العلم وأقل ما يكفيه أن يبلغ مبلغ المجتهدين في الحلال والحرم العدالة والورع وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز قبول شهادته تحملاً وأداناً على هذا المستوى عدالة ليس عدالاً بالمرتبة العالية هذا القدر من العدالة أيضاً كاف على الشرط الثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبيط الشرط الرابع أن يكون النسب من قريش وهكذا الماوردي وغير إلى غير طبعاً فالتعليق بتعبير نحاشية هؤلاء في كتبهم الكلامية ذكروا هذه الشرائط ولكنه في مواضع أخرى لم يلتزموا حتى بهذه الشرائط بهذه الشرائط ما التزموا عدنا شاهدياً على هذا الشاهد الأول الشاهد التاريخي وهو أنهم يعدون كل حكام بني أمية وبني العباس يعتبرونهم ماذا؟ أئمة تجب طاعتهم مع أنهم هم يصرحون في كتبهم تتوفر فيهم هذه الشرائط أو لا تتوفر لا تتوفر هذه الشرائط لا العلم يتوفر بمعنى الاجتهاد ولا العدالة متوفرة هم يصرحون بهذا الموضع هذا على مستوى البحث التاريخي على مستوى البحث في مكان آخر أيضاً صرحوا بهذا الباقلاني يقول لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصم الأمور إذا كانت العدالة شرط خب كما تعلمون أن المشروط عدم عند عدم شرطه خب إذا صار فاسقاً فاجراً ظالماً غاصباً يبقى إمامته أو يسقط عن الإمامة يقولون لا لا يسقط عن الإمامة وهذا معناه أن الإمامة على ريد الانريد صحح بلغة علمية نقول يقولون بشرط العدالة بشرط العدالة حدوزاً لا بقاءاً بعد ذلك حتى لو صار فاجراً فاسقاً تسقط إمامته أو لا تسقط لا تسقط لذا عبارته يقول لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصل الله شوية همات هذه الأمور اللي يدعو إليها مو كلها المخالفة بعض ما يدعو إليه من معاصل المخالفة به هذه نص عبارات مولانة في التمهين الطحاوية من نفس الكلام يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة تأفتوا جيداً شوفوا هذا المنطق هذا الذي أهل البيت سلام الله عليهم أنت الآن قد تجد اختلافات بين علماء مدرسة أهل البيت ولكنه هل تجد رأياً من هذا القبيل؟ هذا الذي نقوله أن أهل البيت هم الذين يعصمون الأمة من الخطأ مراد أنه يعني لا يوجد اختلاف بين الفقهاء أو بين المجتهدين أو بين المتقلمين لا يوجد ولكن هل تجد في أهل في علماء أهل البيت من يقول هذا الكلام أن طاعته طاعة الخلفاء الجوري والظلمي والبغي والخروج على كل المحرمات طاعتهم من ماذا؟ من طاعة الله أنا عند ذلك وقعاً لا أفهم لعد إذن كيف نميز بين أئمة الهدى وأئمة ماذا؟ ضلالة لأنه في القرآن صريح أن القرآن يميز بين ماذا؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون ماذا؟ إلى النار وهذا كلا الأئمة موجودين خب إذا هؤلاء يجب طاعتهم على حد طاعة ماذا؟ أئمة الحق إذن ما الفرق بين أئمة الحق وأئمة الضلالة؟ بعد على هذا البيان على هذا المبنى يبقى فرق أو لا يبقى فرق؟ المهم يقول ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل نعم وندعو لهم بالصلاح والمعافى نروح بالمساجد هم يعصون الله نروح بالمساجد ندعو لهم ماذا؟ بالصلاح والمعافى تفتزاني أيضا نفس الكلام يقول ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله والجور لأنه قد ظهر فسأدلته الكفته جيد أقول فتقاعدة أنا واقعا الحديث يجرني إلى مكان آخر أنا مو حديثي هذا ولكنه البحر يجر بعضه بعضا أقول قاعدة ادعو لما الكلام في أتباع الخلفاء أنه أهم أدلتهم على مثل هذه المباني التفتوا جيدا أهم أدلتهم على مثل هذه المباني أنهم ينظرون في سيرة السلف الصالح هسه إما من الصحابة وإما ماذا من التابعين وإما تابع التابعين ويستمر مولانا في 200 سنة 300 سنة يقول لما الدليل يقول الدليل أنه فلان خليفة فعل كذا وفلان صحابي سكت على هذا دليل يعني اعرف الحق تعرف أهلا لو اعرف هؤلاء تعرف الحق شوفوا هذا المنطق المعكوس الذي يوجد عند هؤلاء أنه أولا يذهبون إلى سيرة هؤلاء تعبير عند أحد الأعلام يقول هؤلاء ما قبلوا بعصمة 12 إمام من أئمة أهل البيت فاضطروا أن يقولوا بعصمة كل أصحاب رسول الله وخلفاء بني أميو وبني العباس لأنه ما يقومون بعمل صح لهم خطأ مولانا صح التفت جيدا ما الدليل على ذلك يقول لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون له هذا غير دليل ولو كان لا يجوز لا اعترضوا عليهم ويقيمون الجماع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج ماذا عليهم لذا في أبحاث أخرى الآن بعيدة عن بحثنا عندما يأتون إلى بحث أنه بما تنعقد الإمام شون تنعقد الإمام يقولون تنعقده بواحد يعني لواحد من الناس صافح شخص آخر قالت أنت إمام المسلمين انعقدت إمامته ماذا ما الجليل على ذلك يقول باعتبار أنه الأول انعقدت خلافته بالثاني هذه نصوصها ووقتي لا يسعى أنه أدخل فيها تقول لها بعضهم قال لا تنعقدوا بخمسة بأي جليل تنعقدوا بخمسة قال باعتبار أنه الستة الذين نصبهم الثاني خمسة منهم أو ثلاثة منهم أيدوا فلان واثنين منهم خالفوا إذن تنعقدوا بثلاثة إذن الثالث انعقدت خلافته ماذا بثلاثة أشخاص وهاد كافة بأي جليل بدليل أنه انعقدت فلان هؤلاء عكسوا هاي القاعدة التي ذكرها أمير المؤمن اعرف الحق تعرف أهله لا هؤلاء يعرفون الحق ماذا من الرجال مو يعرفون الرجال بالحق علي الاحور هذه هاي شرائطهم وبما تنعقدوا أنا دار دبين لك عندما عنوانت بحثي النظرية الكلامية واقعا ما كان مقصودي فقط النظرية الكلامية عند أتباع مدرسة البيت لا لا الإمامة طبعا أبحاث عجيبة غريبة كن على ثقل لعله لو كان أريد أن أتكلم في النظرية الكلامية في الإمامة ماذا يقولون هؤلاء في الإمامة واقعا لعله نحتاج إلى 20 محاضرة أنه هؤلاء ماذا تكلموا في الإمامة وكل أدلتهم منصب على هذه القضية أن السلف الصالح أن الصحابة أن الأتباع أن هؤلاء دليلهم كذلك جيد قلونا على هذا تعالوا تعالوا مولانا إلى شرائط من شرائط أتباع مدرسة أهل البيت للإمامة يا إمامة ها يا إمامة هاي الإمامة التي هي رياسة عامة إلهية هؤلاء ماذا قالوا هؤلاء يعني أتباع مدرسة أهل البيت من علماء الكلام من غير أن يأتوا ويقولوا أيها الناس أيها العالم أن الإمامة عندنا لها معنى أوسع وأعمق بكثير من أنها رياسة عامة في الدين والدنيا يعني من غير أن يحرروا محل النزاع من غير أن يقولوا أن الإمامة عندنا غير هذا الذي تنقلونها من أنها تتلخص في إمامة سياسية لقيادة المسلمين لأن هذا التعاريف الذي ذكرناها واقعا إذا نتكلم عنها بأسلوب حديث وبعبارات حديثة يعني القيادة ماذا القيادة السياسية لأن حفظ الأمة حفظ مصالح الأمة حفظ الدين هذه كلها من يقوم بها إمام المسلمين وهذه الإمامة السياسية بدل ما يرجع علماء المتكلمين ويحرروا محل النزاع لا تركوا هذه القضية وناقشوا الشرائط فماذا قالوا؟ قالوا أنتم تقولون أن الإمامة تكفي فيه العدالة نقول لا يتكفي العدالة لابد ماذا؟ من العصم أنتم تقولون أن الإمامة تكفي فيها العلم الذي يصيب ويخطئ الجواب ماذا؟ لا علم لا يخطئ وهو العلم الخاص بعد أنتم تقولون أن الإمامة تنعقد بأهل الحل والعاقد هذا واحد أو مئة نحن نقول تنعقد أو لا تنعقد بالشورى وأهل الحل والعاقد لا وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص من هنا تجدون أن هؤلاء علماء الكلام عندنا دخلوا أين؟ دخلوا في إثبات العصمة في إثبات النص وعموما اشتغلوا على مسألة ماذا؟ مسألة النص فلذا أنت تجد الآن كتبنا الكلامية لألف عام ثمانين في المئة منها منصبة على ماذا؟ على مسألة النص وإلا ما تجد أبحاث أساسية في علم الإمام أنتم ارجع إلى كتب علم الكلام عندنا المتعارفة الكلاسيكية تجد بأنه لا يوجد أبحاث أساسية مرتبطة بعلم الإمام أبحاث أساسية مرتبطة بالعصمة حقيقة العصمة مراتب العصمة من أين تبدأ؟ أين تنتهي؟ هذه أبحاث تفصيلية لا توجد فيها نعم في مسألة النص ماذا؟ توجد أبحاث تفصيلية جدا جدا هذا الذي أنا قلته في كتاب بحث حول الإمامة قلت أن مدرسة الخلفاء استطاعوا أن يجرون إلى الساحة التي هم يريدون بدل ما نحن نبين ما هي الإمامة التي نعتقدها لم نبين الإمامة التي نعتقدها هم طرحوا قالوا شورى نحن قلنا ماذا؟ نص هم قالوا عدالة نحن قلنا ماذا؟ إذن أنت ماذا تفهم كباحث كمحقق كمتدبر في كلماتهم تجد عندما يوجد اختلاف في الشرائط إذن يوجد اختلاف في أصل الإمامة أو لا يوجد؟ لا يوجد؟ لأنه الاختلاف فقط في الشرائط وإلا الإمامة كلاهما عرفها ماذا؟ رياضة عامة في الدين والدين لم يعرفها أبدا كلاهما عرفها نعم الاختلاف أين؟ ها؟ في الشرائط بسأل الآن أنا مارد أعرج على مسألة العصمة وحقيقة العصمة وما هي مرادهم من العصمة المهم هذا المقدار الذي تعرفون وهو أنه نحن نعتقد لا أقل لأئمتنا نعتقد بالعصمة المطلقة وإلا العصمة النسبية إخواني الأعزاء موجودة عد كل أحد ها يكون في أعلمكم عد كل واحد من أحدنا أكو عصمة نسبية التي ندعيها لأئمة أهل البيت وللأنبياء هي العصمة ماذا؟ هي العصمة المطلقة وإلا أنا وأنت أيضا مولانا هل فكرت يوما أن تخرج عاريا إلى الشاب؟ ها؟ فكرت متفعل فكرت؟ هل فكرت يوما أن تقتل والديك مثلا؟ أصلا فكرت؟ أعلى درجات العصمة هذه من المحرمات أصلا فكرت بها أن تقتل أولادك مثلا؟ أنا الآن أحدد لك حشرات نعم عندنا معاص أخرى عندنا غيبة عندنا كذب عندنا تهمة عندنا نميمة عندنا النظر المحرم فلذا أكو في درجة عصمة هل فكرت يوما أن تنتحر مثلا؟ فدرجة العصمة موجودة هذه العصمة المتعارفة هم الكلامية إخوان الأعزاء هل أقيد كلام؟ هي العصمة الكلامية هو إلا العصمة التي يقول بها القرآن الكريم فوق هذا بمراتب بمراتب العصمة التي يقولها أهل البيت ونعتقدها للأنبياء ونعتقدها لأهل البيت أصلا لا يمكن أن تقاس بهذه العصمة أنا دعا أتكلم هذه العصمة على مستوى علم الكلام يعني مخالفة مخالفة وارتكاب لذنب من الذنوب الذي يلزم منه حرم شرعية هذا المعنى هذا أن يترك واجبا من الواجبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فوق هذا بمراتب فوق هذا بمراتب هذا الذي يعرف عنه أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين أساسا هم في عالم غير هذا هذا الحد الأدنى أنصح التعبير هذا الحد الأدنى من العصمة الحد الأدنى من العصمة على أي لحوة هذه الشروط الثلاثة السؤال المطروح هنا هذا قلوا ذهنكم يمير الجان وإن كان وقت دي ينتهي السؤال المطروح هنا نحن ذكرنا تعريفا للإمامة ما هي رياسة عامة عامة إلهية أو رياسة عامة في الدين والدنيا إلى آخر هل أن هذا المقام يستلزم هذه الشرائط أو لا يستلزم يعني لمن يريد أن يتبوأ هذا المقام وهذه المسؤولية هل تشترط فيه هذه الشرائط أو لا تشترط ماذا تقوله هنا إخواني الأعزاء رجائي أن تلتفتوا جيدا الآن أكون مجموعة ما عبر عنها إشكالات وشبهات عبر عنها استفهامات مجموعة من الاستفهامات الكبيرة بدأت تطرح في العشر سنوات الأخيرة ومن داخل أتباع مدرسة أهل البيت لا يتبادر ذهنك أنه هذه تأجين من القارج لا وما لد أجيب الأسماء لأنه أخشى أن أكون سبب لأنه تروحون إلى ذيك الكتب بدأت تطرح كتب ودراسات عميقة واقعنا معميقة بحسب الظاهر لمناقشتي هذه الشرائط كيف ماذا يقوله التفتولي جيدا خلي أبدأ من الآخر انصح التعبير ما هي الإمام ها رياسة عامة في الدنيا والدنيا لحفظ الدين لحفظ الأمة لحفظ مصالح الأمة سؤال أساسي نقطة أول السطر بتعبيرهم الإمام الحج لا يقوم بهذا الدور لو ما يقوم أكو واحد يقدر يقول بأن الإمام الحج الآن هو عدى رئاسة عامة في الدين والدنيا إذن هذا الدور الآن معطل لو غير معطل معطل إذن ما هي فائدة وجود لا تقول لي لو لاه لساخة الأرض هذا ما يطلع من التعريف رئاسة عامة لعد أنت إذا تدخل فيها لو لاه لساخة الأرض بأهلها بعد هذا التعريف صحيح للإمامة لو مو صحيح هذا التعريف خطأ ناقص هذا التعريف فلهذا الآن إشكالية موجودة أن وجود الإمام يكون لغوا في هذه الألف سنة أنتم تريدون إماما يكون رئيسا عاما للدين والدنيا ويحفظ مصالح الأمة ويرعى الأمة ويقيم الدين ويقيم الحق والآن الإمام متوفر له الشرائط أو غير متوفر إذن وجوده لغوا وهذه الآن أكو دراسات متعددة بهذا الاتجاه لتصورون الشبهات فقط أنه ولد أو لم يولد لا 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 أبدا هذه الشبهات كانت موجودة والآن متكرر ولكن لا أكو الآن شبهات علمية بدأت تطرح أن وجود مثل هذا الإمام ضمن هذه الوظائف التي أنتم عرفتموها أين في علم الكلام عندكم وجوده له نفع أو لا نفع فيه ولذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم العدل في آخر الزمان في آخر الزمان سوف يأتي ماذا بإمام مولانا يقيم العدل فما هي الضرورة والإصرار على وجود إمام ماذا حي غائب هذا شنو الضرور هذا فجأ استفهام كبير جدا ويكون في علمكم طبعا هذه الاستفهامات ألا أنت تطرح في إيران من قبل مفكرين كبارها يكون في علمها ولا أنت تعقد ندوات في قوم وفي طهران من قبل علماء متصدين للإجابة على هذه الإشكاليات داخل الجمهور الإسلامية لأن هؤلاء يطرحون هذه الإشكالات في الجامعات وغير الجامعات بشكل رسمي لا تطرح هذه الإشكالات لا تصور هذه الإشكالات بالضرورة جاية من الخارج أبدا من الداخل هذه نقطة نقطة ثانية إمامة المسلمين يشترط فيها العصمة أو لا يشترط فإن قلت تشترط في إمامة المسلمين العصمة فما بالكم في زمن الغيبة الآن عندكم إمامة شرعية وليست مصر الآن في جمهورية الإسلامية أكو إمامة وما أكو إمامة شرعية أو غير شرعية ها معصومة وغير معصومة ليش تنازلت عن شرط لأنه أنت عرفتوا الإمامة ماذا عندكم أرجع ما هي الإمامة عندكم رئاسة عامة وولي أمر المسلمين عند رئاسة عامة لو ما عند رئاسة عامة عند رئاسة عامة يشترطوا فيه العصمة ولا يشترط فإن قلتم يشترطوا في إمامة المسلمين ورئاسة المسلمين العصمة فلماذا ترفعون اليد إذن في زمن الغيب عن هذا الشرط وإن قلتم لا يشترطوا في إمامة المسلمين العصمة إذن لماذا تشكلون على خلافة الأول والثاني والثاني والثالث هذا القدر هسا إذا أعدكم إشكال في قلفاء بن أميّة بن عباس أما الأول والثاني والثالث هذا ظاهر الإسلام محفوظ كانت هو شكل النص هل يشترطوا في إمامة المسلمين النص أو لا يشترط ماذا تقول يشترط لعن ليش رفعتم اليد الآن إمام المسلمين الآن في الجمهورية الإسلامية منصوص من قبل الله أو ممنصوص ممنصوص إذن رفعتم اليد عن هذا الشرط أين؟ في إمامة المسلم إلا أن تقولوا هاي الإمامة مشرعية تلتزمون بهذا؟ لا يلتزم أحد بأن إمامة المسلمين في زمن الغيبة شرعية وغير شرعية شرعية وإن قلتم أنها ليست شرطا في إمامة المسلمين ورئاسة المسلمين فما هو إشكالكم إذن على الأول والثاني والثالث تعالوا إلى العلم هل يشترط في إمامة المسلمين العلم الخاص الذي لا يخطأ أو لا يشترط ها؟ فإن قلتم لا يشترط إذن لماذا تشكلون على خلافة فلان وفل وإن قلتم يشترط إذن كيف تصححون شرعية الخلافة والإمامة عندكم مع أنها العلم فيها علم عام اجتهاد يصيب ويخطئ له علم خاص لا يخطئ هذه إشكاليات أساسية إخوان الأعزاء الآن تطرح في مسألة الإمامة ومن هنا ذهب الآن جملة من المفكرين تكون في علمكم جملة من المفكرين ما رد أجيب الأسماء إلى أنه أساساً واقعاً لم يثبت أن الأئمة كانوا معصومين كانوا منصوصين كانوا كانوا أبداً كانوا علماء أطهار أبرار هذا كل نقبله هذه إجتهم من الغلاد بعد ذلك مسألة العصمة وكذا هذه جابوا أنها علماء الكلام ما هو إلهية ما موجودة فيها لأنه آل إله والذي يزيد في الطين بلة خلوا ذلكم إخواني رئاسة الدنيا رئاسة عامة إلهية مرتبطة بأمور الأمة لو ما مرتبطة بأمور الأمة هذه الرئاسة رئاسة الدين والدنيا مرتبطة بشؤون الأمة لو ما مرتبطة بشؤون الأمة ياهو منه لا إشكال ولا شفاء أنتم عندما عرفتموها ربطتوها بمن بينكم وبين الله أي إمامة وأي نظرية أكثر قرباً إلى الفطر الإنسانية أن يكون للأمة دور في انتخاب إمامها ورئيسها أو يكون منصوباً عليها أيهما أقرب ها الآن البشرية بحسب فطرتها تتوجه إلى نظرية الناصل وإلى نظرية الشورى ودخالة الأمة ياهو منه ها لا الشور هنا الانتخابات الديمقراطية وإلى غيره من هنا أنتم تجدون أن نظرية الشورى أخذت بين المسلمين موقعاً للقبول أوسع بكثير من نظرية الناصل لماذا؟ لأنه أقرب إلى الذوق العرفي لأنه يقول هذا يريد يرأسني ويريد يقودني إذن لابد أن يكون لي دور أو لا يكون لي دور لابد يكون لي دور ولذا أنتم تجدون أن نظرية النص الآن عندما تطرح يستغربها الكثير أما عندما تطرح نظرية الشورى ها تتقبل يتقبلها الكثير هذه إشكاليات إخواني الآن هذه إشكاليات حديثة ها هذه ما ما مربوطة بعلم الكلام القديم علم الكلام القديم كان عنده إشكالياته والآن هذا العلم الكلام الحديث ده يطرح ماذا إخواني العزاء إشكاليات جديدة وإحنا بعدنا بعدنا في حوزاتنا العلمية بعدنا إلى الآن نرى أن علم الكلام القديم من الثانويات فضلا عن علم الكلام الجديد يعني إلى الآن ما عندنا دروس أساسية في داخل الحوزات العلمية لنعرف الشبهات الحديثة شنوية فضلا عن الشبهات القديمة واقعا تحتاج حبة هذه حبة تحتاج ولتصوروا أن القضية كما أنه أنتم تجلون في الحوزات العلمية مئات الآلاف من الطلب يدخلون إلى الحوزات العلمية بعد خمسين سنة احنا كم مرجع عندنا خمسة عشرة سبعة أكثر من هذا تصورون بأنه علم الكلام هاليوم ندخل خمس طلب يدرسون علم الكلام بكرة يصبحون خمسة محققين في علم الكلام لا كذلك نحتاج خمسة آلاف طلب يدرسون علم الكلام حتى بعد خمسين سنة احنا عندنا ماذا ها خمسة عشرة من المحققين من المجتهدين في علم الكلام وهذا مما يؤسف له لا في التفسير لا في الكلام لا 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 إلى غير ذلك هذا بحث آخر من هنا إخوان الأعزاء هذه النظرية نظرية علم الكلام في تعريف الإمامة تواجهها هسأنا أذكر لك بعض الإشكالات الأخرى أوضح الصير القضية حتى صير واضح القضية الوقت ما ننتهى خمسين دقيقة الإمام يحتاج العصمة من يصير إمام لو من بطن أمه يحتاج العصمة هو احنا نحتاج إلى عصمة الإمام حتى لا يخطأ في إدارة ماذا في إدارة الأم صحيح لو مصحيح قل لماذا أنت تعطي العصمة وهو يخرج من بطن أمه تقول مذيولد إلى أن يموت أو شنو الضرورة العاصمة أكو ضرورة أنت متى تحتاج إلى أن الشخص ليخطأ أنما يكون إماما للمسلمين إذن قبل الإمامة تحتاج أنت إلى عصمته أو لا تحتاج وأي علماء الكلام الشيعة سلمنا معكم أن الإمامة تحتاج إلى ماذا إلى العصمة التزموا بالعصمة مذ ماذا مذ يتصدى للإمامة مقبل ذلك ولكن أنتم في كتبكم الكلامية ماذا تقولون ها العصمة منيا تبدي منيا نزموا للولادة بل أكثر من ذلك تروح حتى إلى بطن أمه تقول يتكلم ماذا يتكلم مع والدته يتكلم مع أبا وتعطي له الكرامات والمعاجز منيا وهو في بطن أمه نحتاج لهذه لو ما نحتاجه ما نحتاجه سؤال آخر نحن نعتقد أن الإمام يعلم خبر السماء والأرض يعلم يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة بينكم وبين الله رئاسة الدين والدنيا تحتاج هذا العلم لو ما تحتاج هذا العلم ها شنو ضرورة هذا هو الذي دير الأمة خلق لابد عدها ما تعلم بمقدار ماذا لأنه أنت من الساعة الأولى عرفت للإمامة بأي حد بهذا الحد إذن لابد أن تلتزم بشرائط تنسجم مع ماذا مع المسؤوليات والأدوار التي أنيطت به لا أوسع من ذلك إذن توجد هناك فجوة توجد هناك ثغرة بين أدوار الإمامة وبين ماذا ها وبين الشرائط التي يقولها أتباع مدرسة أهل البيت ماذا للإمامة ولكن هذه الفجوة غير موجودة في مدرسة أتباع القلطة لأنهم يقولون علم عادي عدالة متعارفة بمقدار ماذا بمقدار ما يدير الأمة هذه هي النظرية الكلامية إخوان العزاء والاستفهامات التي ترد عليها هسا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في الليلة القادمة أحاول أيضا ألخص بشكل إجمالي ملامح النظرية القرآنية في الإمامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته